كم هو سيء أن لا نضمن هبوطاً آمناً في قاعدة عسكرية لقواتنا في العراق بعد عشرين عاماً على وجودنا في الشرق الأوسط هكذا عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله إزاء سياسات بلاده في العراق والمنطقة العربية مشيراً إلى اضطرار طاقم طائرته رئاسية إلى إطفاء كل الأضواء التي علامتها قبل الهبوط في قاعدة عين الأسد بالعراق تحسباً لمخاطر أمنية محتملة وخلال كلمته التي استمرت ساعتين أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ولاية ميرلان الأمريكية أكد ترامب أن الولاية المتحدة وجنيرالاتها تأخروا كثيراً في حسم المعركة ضد ما وصفه بالإرهاب في العراق على الرغم من إنفاقها في الشرق الأوسط بحسب قولها سبعة تريليونات دولار ترامب انتقد كذلك دخول الإدارات الأمريكية سابقة في حروب لا نهاية لها ولمحاً بذلك حسب ما يرى محللون إلى الوجود العسكري الأمريكي في كل من العراق وسوريا وأفغانستان وأكداً أن إداراته ستركز على إصلاح البنية الأساسية في أمريكا بدلاً من الاستمرار في الإنفاق على الملفات والقضاء الخارجية لأسيما في منطقة الشرق الأوسط في المقابل فإن سياسات ترامب إزاء العراق والشرق الأوسط تلقى بدورها انتقادات عديدة لعل أحدثها ما نشره موقع فرن أفرز الأمريكي مؤخراً إذ وصف تعليقات ترامب بشأن وجود قواته في العراق بالمتهورة وبأنها تعكس هوساً ضالاً بإيران كما أن تصريحات ترامب تصور العراق على أنه ليس إلا بيدقاً في سياسة واشنطن ضد إيران بينما الواقع السياسي ربما يرسم صورة مناقضة لذلك فالنفوذ الإيراني في العراق بات أوضح من أن ينكره أحد في المحاصلة فأن ترامب ادعائه أن قواته في المنطقة ستبقى من أجل التصدي لسياسات إيران التوسعية قد يهدف إلى ممارسة الابتزاج ضد العراق وأطراف عدة في المنطقة ما يعكس ربما هوساً ترامبياً بالمال قبل كل شيء المترجم للقناة